الله الرحمن الرحيم وقبلها كنت لحالي وقبلها كنت مع CMC Markets والموقع تاعي الخاصة وما زاله كما هو وطبعا الموقع هذا هو أشرف العادي الآن خلينا الآن رح نتكلم عن ماذا يحدث الآن رح أعطيكم نفحة عن ماذا يحدث الآن في السوق وبعد ذلك سنتكلم وسحاول تكلم أنه ماذا يحدث مع جانت يلن أول إشيء خلينا نشوف ماذا يحدث في السوق السوق الآن عم تشوفوا أنه فيه هناك قوة شاملة في اليان الياباني وطبعا لأنه فيه هناك كثير خسائر في الأسواق وإلى آخر والآخر على الرغم من أنه اليوم عم نتكلم أنه اليوم عم نشوف أنه الخسائر تقلصت في السوق ولكن لساتنا فيه مستوية كثير واطية وطبعا طبعا فيه كثير ناس يسألون لماذا العملة العملة اليابانية هي التي تستفيد في ملجأ الأمان فخليني يعني أنه نشرح النقطة هذه وبعد ذلك نتكلم عن خطاب جانت يلن الذي سيجري غدا يوم الأربعة الساعة تمانية ونص بالصبح بتوقيت نيويور الساعة الوحدة ونص بتوقيت لندن الساعة أربعة ونص بالعصر بتوقيت رياض والساعة الخمسة ونص بتوقيت دبي الخطاب الشهادة إلى الكونغرس في عنده شهادتين لأنه الكونغرس عندهم قاعتين عندهم المجلس الشيوخ والسنة وغدا ستبدأ بالهاوس of representative والخطاب الشهادة ستضرب بالإعلام يعني ستضرب بالوايرز الساعة 8 ونص الآن في كتير كلام عن الإشي هذا وعن الخطاب هذا والخطاب سيجري حوالي يعني الخطاب سيجري حوالي 20 دقيقة وبعد ذلك سيكون لها سينو جيم أسئلة وأجوبة من أعضاء النواب ومن مجلس النواب ورحين يسألونها كل إشي على الاقتصاد وإلى آخر والآخر والآن السوق صار كتير يعني تقريبا أنه مقتنع أنه لن يكون هناك رفع الفائدة فالإشي المهم أنه جانت يالن ستتكلم بطريقة أنه ستحاول أن تدع الباب مفتوح لرفع الفائدة وأنا شخصيا كنت شهر 8 أو 9 أو 10 أو 11 من عملي فقد كنت أقول أنه لن يكون هناك رفع الفائدة وأخيرا البنك المركزي الأمريكي رفع الفائدة بآخر أسبوعين في العام وقلت أنه ستكون خلطة فادحة إذا سيفعلون ذلك والآن يدفعون الثمن الضاهب من رفع الفائدة لأنه ولا الاقتصاد ولا السوق مش متحملين والسوق إشي والاقتصاد إشي وفي كثير ناس يقولون أنه هذه مجرد حادث سوقي وحادث من ثقة المستثمرين والمتداولين ولكن الاقتصاد هو على ما يرام والمشكلة الآن أنه بشهر 9 أو شهر 10 كنا نتكلم عن الصين والصين 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 الآن عم نتكلم ما في كثير كلم على الصين الآن عم نتكلم عن البنوك الأوروبية شركة بنك دويتش بنك وهو أكبر بنك بأوروبا أسعار الأسهم بديويتش بنك نزلت إلى أدنى مستوى رقم قياسي يعني في التاريخ وشركة أكريدي سويس لماذا؟ لأنه البنك المركزي الأوروبي لما يخفض أسعار الفائدة إلى تحت السفر هذا لا يساعد البنوك لأن البنوك تستفيد من الفائدة وتستفيد من فارق الفائدة والبنوك بيصوه مصاري إنه من الفارق بين نسبة الفائدة عن الودائع ونسبة الفدائع اللي بينا أعطيها الناس الذين يقتردون الأموال طيب والبترول والنفط كنا نقول من جهة عشر ومن جهة شهر حداش إنه النفط سينزل تحت 30 مش رح يطلع فوق 45 وبعدين لما نزل تحت 33 ولم مش رح يطلع فوق 35 ولساتنا نفكر إنه البترول سينزل تحت سيزور مرة أخرى تحت 26 وإلى 21 الآن فالآن إيش رح يصير أوكي الأسبوع هذا مش رح يكون كتير مهم يعني مش رح يكون حافل بالبيانات جانت يلن غدا وبعد غدا وعندك مبيعات التزيئة في الورج المتاحل أسمحوا لنا طيب طيب والآن رح نبدأ بي طبعا أنا هون أداول بالسوق عندي حسابات حقيقية وأداول بالسوق وعندي خدمة توصيات أشرف العايدي دوت كوم ومن الخدمة التوصيات يعني إنه يوم أمس عاود دخلنا مرة أخرى في سترليني مقابل اليان واليان عم نتكلم والحمد لله اليان سترليني مقابل اليان تم درب تم فتح الصفقة هنا الناس الذين يسمعونني وأنا أتكلم عن خدمة توصيات هذه ليس مجرد دعاية طبعا هي طبعا دعاية عندي خدمة ولكن هو مثال أنه أنا لما يكون عندي أفكار أطبقها أطبقها من ناحيتين وهي من تداول الشخصي أتداول أنا أموالي وأموال الآخرين في هذه الأسواق وفي هذه الصفقات وطبعا يعني منعطيها لل في التوصيات أوكي وتريدز إذا بتشوفوا إنه مبارح أول مبارح أغلقنا توصية سترليني مقابل اليان وبعد ذلك هنا 167 انضرب الحمد لله وهون لسا تقول نيو يعني جديدة ولكن الآن السوق بعنا 167 والآن السوق في 165 للأسف إنه صفقت اليورو مقابل الأسترالي 60-30 هو واليورو الأسترالي الآن انضرب فللأسف إنه انضرب ستوب ولأنه لما إيجينا في ريسك أوف ولما السوق نازل طبعا الأسترالي هو يعاني أكتر من هو والعملات الأخرى ذو العائد العالي هم الذين يعانون في أثناء الخسائر الخسائر في الأسواق وعندنا سترليني مقابل نيوزيلندي الذي بعناه 2.22 هو ستوب 2.17 هو البايع هو الدخول وسترليني مقابل نيوزيلندي الآن أرجعنا إلى حوالي مستوى الدخول أما في الصفقة الأخرى لما خرجنا من شراء اليورو مقابل الدولار للأسف يعني خرجنا منها ب 272 نقطة كنا نحاول ندخل مرة أخرى ولكن ما دخلنا ولذلك بقينا مع استرليني فالآن سادتي وسادتي عندنا الصفقات اللي هي بالأزرق اللي هي بالأزرق وطبعا الأصفر هذه جديدة نيو يعني ما حدثناها ولكن يعني انضربت فراحة حولها الأزرق يعني إلى إن بروغرس يعني إن بروغرس يعني الآن تم فتح وتفعيل التنفيذ الصفقة والآن الصفقة تنتظر إن شاء الله تدخل في السوق فهذه لازم نغيرها إلى استرليني لسا مفتوح والذهب الحمد لله دخلنا على 1123 و1828 يعني دخلنا في 1128 والآن الذهب الآن في 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 1195 فعملين حوالي 70 دولار أوكي و الصفقة الفوتسي الفوتسي وهو المؤشر الإنجليزي باعنا في 5068 باعنا في 5068 والآن الفوتسي على 5630 يعني أكثر من 200 نقطة من 200 نقطة ولم نغلقها أوكي والحمد لله طيب الآن خلينا نشوف إن شاء الله ما في ما عندكم أسئلة لا أعتقد إنه في أشئلة بس خلينا نشوف إذا في أوكي اليورو مع الأسترالي اليوم كنت في لقاءات وميتينج كل اليوم ما كان عندي الوقت إذا لاحفتوا يعني اليوم التغريدات كانت أقل ولذلك لم يكن عندي حتى الوقت مش أن أغير اليورو مقابل الأسترالي أوكي أوكي نعم طيب السيد إبراهيم بده يسأل أورادي عنده سؤال تفضل تفضل إبراهيم تفضل اسأل طيب الآن بس بدي أقول أنه الهدف اللي هو في الدهب الهدف الأخير اللي هو 1195 ومحمد الأخ محمد ذكرني أنه لازم أغيرها هاي كمان وأقول أنه ضرب كل الأهداف لأنه 1195 وإحنا وصلنا على 1200 طيب حلو خلينا الآن ندخل بالسوق والناس اللي شافوا كل التحليل تعوني ومنذ شهر تسعة ومنذ شهر عشرة طبعا حضرت على أشياء اسمها تقاطع الموت وهذا أتى يعني حوالي اسبوعين قبل ضربة الصين والآن خلينا نشوف اللي كان عندهم أسئلة إذا هل سألوا أسئلتهم ولا لا طيب طيب بس إبراهيم بسأل سؤال اللي أنا راح أدخل فيه وهو الموضوع اللي كل متداول لازم يسأله والسؤال هو اللي ماذا لماذا الدولار لن يستفيد من دوره كملجأ أمان والملجأ الأمان هو اليورو والين لماذا الين هو اللي عم اللي عم بيطلع في أثناء الخسائر في السوق وطبعا هذا السؤال راح أحاول أفوت فيه كثير وقت لأنه السؤال هو قلب الأحداث التي هي في السوق من شأن الواحد لازم يفهم السؤال لازم يفهم العلاقة هذه والعلاقة هذه اللي راح أورجي لك إياها في بالغراف هذا طيب العلاقة اللي هي هذه سمحونا عفو طيب العلاقة سادتي وسارتي اللي هي هذه ماذا حدث لما بدأ الماركت ولازم تسمعوني منيه لأنه هذا كثير مهم لماذا لأنه لما السوق بتغير يعني أنا أقول لكم إيش بسوي بأموالي الشخصية كل ما أشوف أنه اليورو أنه S&P 500 عم بينزل والداو جونز عم بينزل وإذا هو رابح 200 نقطة وبعدين صار زائد 150 نقطة فطبعا عم بيقلص الأرباح فهذا سلبي وإذا كان زائد 10 نقاط بالداو وبعدين صار ناقص 50 هذا سلبي وإذا كان إذا انتقل من ناقص 20 إلى ناقص 100 هذا سلبي وإذا راح زي مبارح من ناقص 300 إلى ناقص 350 فهذا اسمه سلبي هذا السوق يزداد سلبيا وهذا السوق يعني يزداد بطريقة كثير سلبية وهذا اسمه Risk Aversion Risk Aversion بالإنجليزي يعني ابتعاد من المخاطر أوكي ابتعاد من المخاطر يعني أنه Risk Aversion يعني هو طريقة دبلوماسية لوصف الخسائر يعني يعني تلاحظون أنه في كثير مرات التليفزيونات وهذا والقنوات اللي يريدون القول أنه في هناك اترى في هناك بيع ولا في هناك volatility ولكن يقولون أنه في هناك volatility يعني في هناك تذبذبات في السوق ولا يريدون أن يقولون المبيعات ويقولون في هناك تذبذبات وتذبذبات هو بمعنى الكلمة volatility أنه طالع ونازل ولكن هم يريدون أن يغيرون الكلام الآن إيش 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 عم بيصير لازم نوديكم هنا ما بحدث في 2014 سالتي وسالتي في حوالي شهر عشرة اتضح أنه البنك المركزي الأوروبي ليس لديه أي خيار سوى أن يبدأ في التيسير الكمي أن يبدأ في التيسير الكمي والتيسير الكمي هو أنه لما البنوك المركزية خفضت أسعار الفائدة من 2% إلى 1.5 إلى 0.5 لما وصلوا إلى 0.5% ما قدروا ينزلوها إلى سفر فقالوا أنه سنضخ ال رح نضخ السيستم النظام المالي بالسيولة وذلك يعني باللغة العربية أنه سنشتري السندات من البنوك ونشتري السندات الحكومية ونحط المصاري بالسيستم يعني بالسوق المالية وسنزيد كمية الأموال لانتعاش السوق المالي ونحن البنوك المركزية سنتمسك وسنأخذ السندات الحكومية ولما يعملون ذلك كل ما يزداد الحجم وكمية المال طبعا قيمة المال بتنزل وقيمة المال هي كلمة أخرى لأسعار الفائدة وطبعا البنك المركزي الأوروبي وصل إلى 0.5% وأخيرا خفضوا أسعار الفائدة إلى ناقص إلى سلبيا ولكن قالوا أنه أخيرا بدأون بنظام شراء السندات ب60 مليار شهري الإشي اللي بدوا يساووها البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الإنجليزي بشهر ثلاثة 2009 ولما بدأ ذلك سارتي وسارتي إيش صار لازم تفهوني منيح لما البنك المركزي ليش بده أخيرا دخل لأنه هو المركزي الأوروبي له هدفين طبعا بعد كل الشرح هذا سندخل ب سندخل بشارتس وبالأسواق المالية وبالفوريكس ولكن لازم أنه نشرح الأشياء هاي كير مهمة فلما البنك المركزي بدأ أن يضخ السيولة اتضح أنه اليورو رح ينزل اليورو رح ينزل لأنه قيمة اليورو رح تنزل لأنه كمية اليورو رح تطلع هذا شرح أول شرح ألف هذا السبب ألف وهو أنه طبعا وبنفس الوقت الناس صاروا يبيعوا اليورو لأنه بنفس الوقت البنك المركزي الأمريكي بدأ أن يخرج أن يخرج وينتهي من برنامج التيسير الكمي وطبعا إشي صار يسمى ب دايورجن بوليسي بوليسي دايورجنس وهو اسمه السياسة السياسة التقاطعية ولا السياسة المنعكسة السياسات المالية المنعكسة التي تشرح باللغة العربية أنه البنك المركزي الأمريكي الذي يسمى بالاحتياط الفيدرالي وهو بشهر عشر وحداش واثناش الفين واربعتاش بدأ يخرج وخرج من برنامج التيسير الكمي وانتهى التيسير الكمي في شهر اثناش الفين واربعتاش وهذا طبعا يساعد اليورو وبنفس الوقت بدأ الاتجاه المنعكس من البنك المركزي الأوروبي وهو دخل في العكس من التضييق المالي وهو الانتعاش المالي من حيث التيسير الكمي واضحين واضحين طيب والان فايش صار الاشي اللي صار انه لما بدأ ذلك السبب الثاني انه هذا ادى الى بيع اليورو وهو السبب السبب الاخر هو انه لما تمديرين المال ومديرين المحافظ المالية الذين هما يعمل هاتش فانج ماناجرز والاخر الذين هما يشترون في الاسواق المالية قالوا انه لانه السوق الالماني والاسهم المالية الاسهم الاسهم الالمانية من اقوى الاسهم فالسوق والاقتصاد الالماني وهو من الأقل الاتراب ومن أحسن الانتعاش في منطقة اليورو فإذا هو زي ما هو الأسواق والأسهم الألمانية هي قوية فإذا البنك المركزي رح يعطي مساعدة لكل النظام المالي في منطقة اليورو فطبعا البلاد اللي هو الأقوى ذو الاقتصاد الأقوى سيحصل على الانتعاش الأكبر وذلك نحن سنشتري الداكس وسنشتري مؤشر الداكس ولذلك سادتي وسادتي في أواخر 2014 يعني خلينا نقول في شهر عشرة 2014 هذه العلاقة صارت أن اليورو مقابل الدولار اليورو مقابل الدولار يعني ضرب الضروة تاعته كانت في حوالي الربع الثاني من شهر 14 وبعدين بدأ ينزل 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 لأنه الدولار بدأ ينتعش في الربع الثاني والربع الثالث في 2014 ولكن لاحظوا أنه الهبوط بدأ يتسرع في اليورو لما اتضح أنه البنك البركزي الأوروبي فعلا سيدخل في برنامج الـ QE الذي فعلا البرنامج بدأ في شهر 3 مارس من 2015 ولكن كان أنه عملوا الإعلان في شهر في شهر إذا ما إذا ما نسيت بشهر 11 أو شهر 12 أعتقد بشهر 11 أو شهر 12 ولذلك الهبوط كان كتير سريع في شهر 12 وماذا حدث للعائد على السندات الألمانية العشر سنين بدأ ينزل 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 لأنه طبعا لما تحط المصاري واللي يكسر في كمية الأموال عم تطلع وبنفس الوقت نسبة الفائدة بتنزل ولكن لاحظوا ماذا حدث هنا وهو في الداكس وهو المعدل هذا اللي هون وهذا الداكس اللي هو مؤشر الألماني يعني انتقل من انتقل من ثمانية ثمانية الاف وخمسمية وبعدين كل الناس قالوا إحنا مشرحين نضيع وقتنا ونشتري المؤشرات الإسبانية والإيطالية على الرغم من أنه حتى هذه المؤشرات بدأت تطلع بدأوا يشتروا الداكس الداكس اللي هو لأكبر وأقوى بلد في منطقة اليورو بيقول لك إذا أنت عم بتدير مصاري بتقول أنا ما في أنا مشرح أخسر البنك المركزي رحين يحطوا مصاري ورحين يشتروا السندات الألمانية والسندات الأوروبية والسندات ولذلك سينعش في الثقة الاستثمار ولذلك أقوى إشي مشرح أضيع وقتي أنه فيه هناك الزخم الإيجابي الذي كان وراء الأسهم الألمانية كان فيه زخم قبل البرنامج وبعد بداية البرنامج الزخم هذا رح يكتر ولكن قالوا إشي قالوا إذا إحنا عدنا مشكلة إذا أنا مدير محافظ في اليابان أو في أمريكا أو في إنجلترا أو في السويد أو في البحرين أو في القاهرة أو في السعودية أو في دبي أو في أبوظبي أو في القطر أنا عندي مخاطر والمخاطرة هي أنه إذا أنا بشتري ساهم ديملر بنز ولا شاهم دويتش بانك ولا ساهم بي أسفي بي أسف ولا ساهم فوكس فاغن إن لله وإن إليه راجعون أو أنا أستثمر في مؤشر الداكس فراح يكون عندي المخاطرة والمخاطرة إنه هي على الرغم من أنه أعمل مصاري في رفع في قوة رأس المال في ارتفاع الأسهم إنه لما أحول الأسهم من اليورو إلى عملتي أنا من البلد اللي أنا فيها فطبعا لما أحولها راح يكون في خسائر من اليورو فماذا حدث؟ قالوا إنه راح نعمل هج أوكي؟ والهج وهو عملية التحوط ولا التحويت يعني أوكي؟ خلينا نشوف إذا في أسئلة وإن شاء الله ما في أسئلة لأنه إذا ما في أسئلة يعني إنه إذا ما في أخبار يعني هو أحسن إشي عم تسمعوني؟ هل عم تسمعوني؟ أوكي طيب أوكي طيب آه حلو تسمعوني؟ سبعة على عشرة والعشرة على عشرة حلو مية على مية طيب الآن شو قالوا؟ قالوا إحنا المخاطر إنه لازم نسوي هج فلازم نبيع اليورو لأنه إذا أنا بشتري إشي سهم ألماني هو باليورو فإذا اليورو راح ينزل ورح يواصل على النزول فأنا أريد أن أغطي نفسي ضد نزول اليورو وفرح أعمل كنتراكت والكنتراكت هو سأدخل في العقود الآجلة في الفيوتر هو في الفورورد هو كان يدخلون بالفورورد والفورورد هو في فرق بين الفورورد والفيوتر ولكن الفورورد هو عقود مثل العقود الآجلة ولكن الفورورد ماركت أن العقود الآجلة هي التي الناس اللي داخلين بالبنوك هم اللي داخلين بالفورورد وهو العقود الآجلة نوع من العقود الآجلة الذي له أكثر من الليونة الليونة يعني فيك أنت أنك تغير العقد وبتقول إنه راح أدخل في عقد لمدة ثلاث أشهر ولا شهر ولا أربع سبيع ولا أسبوعين ونص وإلى آخر وأنتم تتفقون عليها وأنت بتدخل وبتقول لواحد تقوله إنه أنا أريد أنا أريد أن أبيع اليورو على السعر الحالي يعني أريد أن أحصل على يوروز ليس الآن ولكن بعد ستة أشهر ولكن أريد السعر الآن إذا أنت تعتقد إنه سعر اليورو راح ينزل أوكي مش راح تقول أنا راح أشتري يوروز الآن على السعر بعد ستة أشهر لا تقول إنه أريد أن أدخل في اتفاقية أن أحصل على يوروز بعد ستة أشهر ولكن على السعر الحالي وطبعا لأنه أنت تعتقد إنه اليورو راح ينزل فتريد أن تغلق السعر وطبعا راح تدخل في المضاربة مع الشخص الآخر الذي هو يعتقد إنه اليورو راح ينزل أوكي فلما معظم المحافظ هذه المديرين المحافظ الذين دخلوا في هذا العقد كانت عملية شراء الداكس شايفين الداكس طلع وبيع اليورو وهذه المضاربة تجري من الشرح الذي يشرح لهكم أشرف العادي والشرح هذا الذي أستغرق حوالي ستاش دقيقة أو خمستاش دقيقة ولكن هذا الشرح هو الفكرة الذي مبني عليها الملايين والملايين من الأموال التي تجري على برامج الـ وهو البرامج ذو الكمبيوتر الكمبيوترات التي كل ما ترى إنه البرامج كل ما تشوف اللغة الرثمات التي ترى إنه في هناك ارتفاع في البورسات ارتفاع في الداكس ارتفاع في الاس ان بي أو الداوت جونز فذلك اللغة الرثمات تؤدي إلى بيع في اليورو هل فهمين هذا؟ أوكي طيب والآن فالنفس اللغة الرثمات التي تشم هذه الريحة وتثم هذه العلاقة إنه فشفنا العلاقة بدت اليورو بدأ ينزل 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 ولاحظوا إنه لما بدأ البرنامج في الأسبوع الثاني من شهر ثلاثة اليورو وصل إلى القاع والداكس وصل إلى الظروة على حوالي 12500 ولكن فخليني أشرح إشي كتير مهم سادتي وسادتي لأنه اليورو هي أصبحت العملة الحديثة أفضل عملة أفضل عملة ل قيادة الكاري تريد والكاري تريد هو إنه كل محافظين المال كانوا يبيعون بدأون بدأوا يتعاملون باليورو كما كانوا المتضاربين يتعاملون بليون منذ 2005 و2006 وذلك إنه كل ما يكون هناك رسك أبتايت يعني شهوة المخاطرة شهية المخاطرة يعني بالعربي ارتفاع في الأسواق البورصة يعني بالعربي كل مدفيق الصبح حيث بتشوف الدنيا خضرة كل ما تشوف إنه البورصات عم تطلع بتشوف إنه اليان عم بينزل لأنه اليان يمثل العملة ذو ذو نسبة الفائدة الأوطى ولا هي الأسفل فهو الكاري تريد هو بيع اليان وتغير مصاريك إلى اليورو منشان بتشتري الإشي اللي عم بيطلع بتغير مصاريك إلى وبتشتري البورصات الأمريكية بتشتري أي إشي اللي هو ذو النمو الفائق سواء كان أسهم تكنولوجيا لينكتين فيسبوك أمازون بترول ذهب لا ولكن داكس داو جونز فوتسي هذه هي العلاقة ولذلك كل ما يكون في خسائر فطبعا العلاقة واللغة رثمات في الناس بيقولون يعني أشرف يعني كل ما يكون فيه هناك خسائر في السوق بتقول إنه الناس عم بيبيعوا بالداكس وبعد ذلك يذهبون إلى بنك ويغيرون مصاريهم إلى الين لا 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 هذا اللي شرحته هو الفكرة هو المبدأ ولكن الفكرة هي التي ببني عليها البلايين والبلايين من اللغة رثمات واللغة رثمات تحدث ب مش بالثواني بسرعة بثواني ولكن يعني الفراكشنز يعني أجزاء مئة ألاف أجزاء من الثواني وبتأتي بسرعة حتى إلى درجة إنه العلاقة بتصير كتير في علاقة إيجابية وهذا الإشي إنه اليورو بدأ هو صار يعني أخذ مش أخذ محل الين ولكن صار مثل الين والناس صاروا يفضلون الين لأنه قالوا إنه إذا بدأ البرنامج البنك المركزي الأوروبي بدأ هذا البرنامج فطبعا إنه مش رح يخلصه وهم قالوا إنه رحيني بدون البرنامج هذا 60 مليار دخوني السيولة ب60 مليار يورو في الشهر والبرنامج هذا سيبدأ من شهر شدة 2015 وسيستغرق حتى شهر 9 2016 ولكن الأشياء بدأت تغير بدأت تغير هنا ولذلك الناس اللي كانوا يتبعون إني أنا إنه قد أقول إنه خلص مش رح نشوف باريتي مش رح نشوف واحد إلى واحد وبشهر ستة وبشهر سبعة لما بدأنا عاصفة اليونان لما بدأت اليونان وكل الناس كان يتكلمون على اليومان وكل الناس كان يقولون إنه اليونان راح تتغير واليونان ستخرج وأنا ولا بالمرة ما قلت وزي ما قلت كثير مرات إلى القنوات التليفزيون والأرى حبيب وندين هاني وحسين السيد في سيانبيسة عربية وقلت لهم إنه هذا كلام فاضي واليونان مش رح يطلع ولا بلد مش رح تطلع من اليونان من مطقة الأوروبا ولذلك يستحسن إنه نشتري نشتري الغبوض في اليورو ولا نبيع ولا نبيع الاطلوع والارتفاع في اليورو الآن ماذا حدث هنا اللي حدث هنا سادتي وسادتي إنه ليش اليورو بدأ يستقر بدأ اليورو بدأ يستقر لأنه في هناك إشي الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والإشي الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي هو يريد أن أنه تضخم المالي يرتفع إلى 2% هو الذي يستهدفه وللأسف إنه في 2014 التضخم المالي يرتفع إلى 0.5% ولكن نزل إلى 0.2% وخليني أعطيكم إشي تشارت منشان تشوفوا الحالة أحسن طيب اللي يسي لازم تشوفوه هو هذا عم بتشوفو الشارت منيحة كيف تشارت هل عم بتشوفوها منيح طيب الآن رح أشرح لكم شو هو الفرق طيب الآن ماذا حدث التشارت هذه اللي هي هذا شهري الأحمر عندك الأحمر اللي هو التضخم المالي ولو الـ CPI في منطقة اليورو هوكي الأحمر والأصفر اللي هو التضخم المالي نسبة التضخم المالي للمستهلكين ولكن باستثناء العوامل ذو التذبذبات العالية مما يسمى به هو تضخم المالي بدون التباكو القحول والطاقة وطبعا لما لما نزيل العوامل هذه اللي بتطلع وبتنزل فطبعا لأنه كل هذه العوامل هذه والله هذه المواد هذه كتير نازلة فلما نزيل العوامل هذه الرقم بيكون فوق بيكون بيكون أعلى ولكن هذا اللي بهم والأحمر الشمعة الحمرة اللي هو النفط البترول النفط اللي هو هذا البرنت البرنت اللي هو خام البرنت وليس الخام الأميركي وهذا هو اليورو مقابل الدولار اليورو مقابل الدولار اللي هو الأبيض وانتم تعرفون انه ايش صار سادتي وسادتي كما قلنا بدأ التيسير الكمي هنا بدأ اشارة تيسير الكمي بشهر عشرة تيسير الكمي بدأ بشهر ثلاثة الفين وخمستاش اليورو نزل وهم لماذا قالوا لأمنه لما البنك المركزي الأوروبي قال لأنه إحنا بدنا هذا الإشي الأحمر يكون هون ب2% ولكن يعني نزل تحت السفر فضخوا كل إشي اللي قدامهم وحقوا المصاري كلها بالسيستم وأخيرا إيش صار سادتي وسادتي هنا من الأسباب الرئيسية التي رأينا اليورو يستقر وهذا كتير مهم من الأسباب الرئيسية أنه في حوالي شهر ثلاثة نسبة التضخم المالي بدأت تتحسن إلى درجة أنه طلعت من السلبي وطلعت من تحت السفر وراحت إلى سفر في واحد فاصل بالمئة والناس بيقولوا طيب أشرف هذا كتير للسيئ هم عم بيستهدفون اتنين ليش اليورو صار يطلع لأنه لما اليورو صار يطلع اليورو صار يطلع لأنه هذا يقال أنه البنك المركزي الأوروبي يمكن أنه صار في إشاعات أنه يمكن أنه إذا الزخم هذا في التحسن سيستأنف فربما أنه مش راحين يستأنفون برنامج تيسير الكمي إلى شهر 9 سبتمبر 2016 ولكن يمكن أن ينتهون البرنامج من قبل يعني فهذا بس مجرد تسرع وزيادة على اللزوم ولكن من الأشياء المهمة أنه صار فيه هذا الآن إيش صار بيصير لاحظوا أنه على الرغم من أنه طبعا هذه شمعات شهرية وفي كتير ناس اللي عملوا مصاري وخسروا مصاري في الشراء وفي البيع في اليورو ولكن إذا أنت عم تشتري اليورو على دولار 05 وهو اليورو يطلع إلى سبعة وبعدين ينزل من ثمانية إلى ستة كل الناس بتحمسوا وقلوا راح يرجع إلى واحد إلى واحد ولكن هذا كلام ما كان مهم فالآن ماذا يحدث الآن أعتقد أنه الآن فعلا وفعلا وفعلا وصلنا إلى استقرار كتير مهم في اليورو والآن سندخل كم الساعة الآن الساعة عندي بتوقيت تمانية بتوقيت ساعة تمانية بتوقيت لندن ولأنه تأخرنا عليكم في بداية الوابنار كنا ربع ساعة متأخرين فرح ننتهي بعد ربع ساعة من الآن خمستاشن دقيقة من الآن خليني بس أدخل الآن في اليورو لأنه هو كتير مهم وبعد ذلك سأتكلم على جانت يلن وبعد ذلك سنأخذ أسئلتكم أوكي؟ طيب اليورو والأسم بي فايف هندرد من أهم أهم الأسواق في العالم اليورو دولار كتير مهم وأتذكر يعني ما بعرفي زي الناس اللي بتابعوني في تويتر وطبعا الناس اللي يمكن بتابعوني بيتابعوني هنا في تويتر أغارد عم بغارد أكتر وأكتر باللغة العربية وكمان بالإنجليزي وإيلايدي هنا وهذا هو إيلايدي عم بتشوفه أوكي وبشهر ثمانية قلت كما يلي قلت الإشي أنه الإشي اللي قلته بشهر ثمانية قلته أنه الآن الدولار الأميركي قد وصل إلى الضروة تعته ولا أعتقد أنه سيكون هناك المزيد لا أعتقد أنه سيكون أي رقم جديد في الدولار مقابل اليورو واليين طبعا الدولار اندكس مؤشر الدولار الذي هو سلة دولار مقابل سبعة مقابل ستة عملات اليورو اليين الباوند الكندي السويسري السويدي طبعا كمؤشر طبعا دخل إلى مرتفعات إلى مستويات عالية جديدة المشفناها من حوالي ستين ولكن ليس في اليورو ولذلك سادتي وسادتي القاع الذي شفناه في شهر ثلاثة في اليورو مقابل الدولار أو الضروة اللي شفناها في الدولار مقابل اليورو هي كانت أدنى إشي في اليورو مش أدنى إشي في العالم ولا في التاريخ ولكن في السايكل هذا في الدورة هذه ومنذ شهر ثلاثة ما شفنا أي قاع جديد وبنفس الوقت في الدولار مقابل اليورو مقابل اليورو مقابل اليورو وضروة اللي شفناها كانت في شهر ستة أعتقد في الأسبوع الثاني من شهر ستة الأسبوع الأول والناس في كتير ناس من المشتركين اللي الناس بيشتركوا بالخدمة تاعتي اللي هي بيزا بتشوفوا هنا قالوا في عندي زبائن يابانيين قالوا إن قرارك أن تدخل في بيع الدولار مقابل اليورو مجرد أربعين دقيقة بعد قرار البنك المركزي الياباني من تخفيض أسعار الفائدة إلى سلبي أصبحني أقفال لأنه عملية كاميكازي وذلك عملية انتحارية وفي فعل بيعنا الدولار مقابل اليورو مقابل اليورو مجرد أربعين حوالي ثلاثين دقيقة بعد ما خفضوا أسعار الفائدة إلى سلبي يعني الدولار مقابل اليورو مقابل اليورو مجرد أربعين وقلنا انه راح نستهدف 113.80 ولكن لم نخرج 113.80 خرجنا في 116.70 وعملنا 320 نقطة اوكي وبنفس الاشي مع استرليني مقابل اليان يوم امس وهذا ان بروغرس فلازم احدث الان اعملها بعد شوي الناس اللي عم بيسألوا الناس اللي بدهم يعرفوا كيف يتم الاشتراك تذهبون الى هنا طبعا اللي ما عنده لازم تسجلون مجالا في الموقع هنا تمجلون هنا مجالا وبعد ذلك تحصلون على اسم مستخدم ولم تحصلون على اسم مستخدم راح يجيكم ايميل ويجيكم الايميل وبعد ذلك تدفعون تذهبون الى عملية الدفع وطبعا الفيديو بالعربي عندي فيديو بالعربي وهو كل اسبوع مرة مرتين بالاسبوع وهذه هي صفحة الفيديوهات هنا وفي عندك فيديو ارشادي الذي يدل على كيفية استعمال الفيديوهات واستعمال الاستخدام كله بالعربي وهو هذا هذا كل يوم بيظل بالطب فوق كيفية استعمال خدمات اشرف العايد اخر فيديو عملته يوم الجمعة اللي فات وهو التوصيات القائمة والمحتملة بعض الوظائف الامريكية وراح انزل فيديو جديد الليلة هذه فلانه كنت خارج عن العمل اليوم وكنت في اللقاءات فراح اعمل ان شاء الله بعد الندوة هذه الان سنتكلم عن اليورو دولار وسننتهي الكلام بالان على اليورو دولار اعطونا دقيقة الان الاشي اللي عم نشوفه اللي هو كتير مهم اللي هو هذا اللي هو ماذا يحدث الان باليورو دولار في كتير صفات فنية مهمة اول اشي عندك على التحليل الفني في عندك من مجرد المقاومة وهي ترندلاين المقاومة الاتجاهية فطبعا تم احترام ذلك هذا رقم واحد رقم اثنين التحليل الفني اقوى تحليل الفني هو التحليل الذي يمكن ان الذي يتيح لك الذي ما تراه بالعين المجردة واقول مرة اخرى في كتير ناس بيحبوا بيحبوا بيسووا استعراض ويتفششون ويستعرضون ويتعرضدون ويتشبحون بالفيبوناتشي والريتريسمنت والستوكاستيكس وكله 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 وادمي وهارمونيك وكله كل الاشياء هذه سليمة وكل الاشياء هذه نافعة اذا بتنفعكم الحمد لله اي اشي اللي بينفعك وانت بتعرف انه هذا هو الاشي اللي بينفعك استعمله ولكن مرات اذا انت عندك كتير تشارتات بتستعملها لازم تشوف الاشي اللي بتقدر تشوفه بالعين المجردة والاشي اللي يمكن ان اشوفه بالعين المجردة وهو ماذا في تشارت الاسبوعي هذا ويكلي اهم اشي اللي عم بشوفه انه الشمعة الاسبوعية الشمعة الاسبوعية هذا شمعة هذه شمعة فاضية يعني السمعة الاسبوعية يعني الافتتاح كان هنا الاغلاق كان هنا وهذا الاسبوع الافتتاح كان هنا وهذا الاغلاق كان هنا هذا اغلاق لانه الشمعة معبية اذا كان اصود ابيض هذا بيكون اسود وهذا اغلاق هذا فتح افتتاح فتح اسبوعي الفتح اجا سبعة ستة وتسعين الاغلاق تمانية ثمانمية الفتح اوبن ثمانية وخمسين وصلتكم الفكرة الاشي اللي بيقول لكم انه السوق السوق سواء ينتهي هنا يغلق هنا او يفتح هنا ما لا يسترجي انه يغلق تحت هذا وهذا هو اللي بهم فلا يهم انه في داخل الاسبوع نرى الشعر هذه ولا الظل هذا لا 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 يهم كثير لهم انه الاغلاق وبعد محاولة وكل الكلام كل الكلام هذا انه السوق انه البنك المركزي الاميرقي سيرفع اصعار الفائدة وسيورجي عضلاته ولانه كل هذا كلام تافه وليس هناك صفة اخرى استعملها الا تافه اوكي لانه البنك المركزي الاميركي يريد ان يضغط على النورماليزيشن انه يقول انه لا كل اشي على ما يران وانه انه انه راح نسوي نرفع اصعار الفائدة لانه نريد لماذا السؤال المهم كثير ناس يقولون طيب اشرف اذا انت وكثير من المحللين يقولون مش لازم يرفعون اصعار الفائدة لماذا رفعوا الاصعار الفائدة السبب الرئيسي في كتير اسباب ولكن من الاسباب الرئيسية انه انه يا سلام الان عم بتكلم معاكم وفي هناك تحسن اه في 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 الاسواق المالية اوكي اه الداوت جونز عم بيطلع وعم بتحسن بيري جود ما شفناها هاي من زمان اوكي فا وذلك عم نشوف اليورو عم بينزل شفتوا العلاقة السلبية اليورو عم بينزل الان كان اه الهاي 1330 والان عم بيقترب عم بينزل الان طيب ايش بيصير اه لانه هما يريدون ان يرفعون اسعار الفائدة لانه المرة الجاية لما يكون عندهم بحاجة الى انتعاش فسيخفضون اسعار الفائدة لانه بدهم يتجنبوا انهم ان البنك المركزي الامريكي يريد ان يتجنب دخول فائدة سلبية واعرف ان سبب هذا يعني ليس سليم ولكن يفضلون ان يفعلون ذلك من البقاء على 0.25 واذا يأتي ولما يأتي الركود الاقتصادي لانه سيكون هناك ركود اقتصادي في الولاي المتحدة هذا الاشي كنت اقوله من شهر 9 فانه ما يسوي تيسير كمي جديد ولكن يخفضون اسعار الفائدة ولكن لا فمشان يخفضون اشي لازم يرفعون و ويمكن انه هذا الاشي الشرح هذه الفكرة تضضح بالصخرية يعني ولكن لا اعتقد ذلك وطبعا ما قالوا انه في يتحسن في الاسواق الوظائف فطبعا سيتحون لهم ذلك ولكن اه قطاع الصناعي في ركود قطاع الارباح نتائج الارباح في ركود وقطاع الانتاج الصناعي كمان في ركود والان حتى قطاع يعني قطاع الخدمات يعاني من 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 بطء كثير كثير مهم طيب الان اتشار تاعة اليورو فالان وصلنا الى كسر كسر اللي هو وهو الاتجاه المقاومة هذه اوكي هذه كثير مقاومة كثير قوية لانها تصل ضروة من هنا وضروة من هنا وضروة من هنا وضروة من هنا واخيرا كسرنا المقاومة هذا رقم اثنين رقم الاول قلنا انه هذا الدعم الذي خرجنا منه رقم اثنين انه هي المقاومة رقم ثلاثة انه حتى المقاومة بالعين المجردة وهي هذه تسعة وخمسة وتسعين دولار وتسعة وخمسة وتسعين كسرناها فهذا العامل الثالث والعامل الرابع طبعا متوسط خمسة خمسين اسبوع والان وصلنا الى الضروة المقاومة القادمة وهي طبعا ستكون يعني لازم تكون دولار و 14 دولار و 13 80 فاعتقد انه الدولار بده يوصل الى 13 80 واعتقد سادتي وسادتي انه في احتمال كتير عالي انه سنرى دولار و 14 غدا بعد اثناء شهادة جانت يالن خارج اثناء شهادة اثناء شهادة جانت يالن خارج اثناء شهادة جانت يالن جانت يالن ستتكلم بطريقة أنها تريد أن تدع الباب مفتوح لرفع الفائدة في شهر ثلاثة البنك المركزي فيه هناك أعضاء من البنك المركزي الذين ما زالوا يقولون أنه سيكون هناك ثلاثة أو أربعة ارتفاعات بأسعار الفائدة ولكن جانت يالن خذوا بالكم الآن لازم تعرفوا إشي جانت يالن غدا ستتكلم بطريقة بطريقة التي ستأخذ آراء البنك المركزي الأمريكي وليس إلا آراءها الشخصية ولذلك نائب الرئيس الاحتياطي الفدرالي يعني هو اللي بيجي تحتها منصبه وهو ستانلي فيشر وهو رجل في كبير السن يعني وإله خبر أكثر منها وإلى آخره ستانلي فيشر هو كان البروفيسور اللي كان بيدرس برنانكي ودرس يعني دراقي ودرسهم في جامعة برينستون لما أقول درسهم يعني هما لما عملوا البي اتش دي الدكتوراه عملوا البي اتش دي الدكتوراه فهو لا يريد لا يميل إلى تخفيض أسعار الفائدة ويريد أن يخلي أسعار الفائدة عالية فأعتقد أنه من الكلمات ومن الجمل المهمة التي أنه لازم تخدوا بالكم عليها ستتكلم بطريقة إيجابية وطريقة الإيجابية هي أنه سوق الوظائف عم بتحسن وسوق الخدمات السيربيسز عم بتحسن ولكن الأشياء السلبية أنه ما زال النمو والإنفليشن وهو نسبة التضخم المالي ما زاله بعيد عن هدفنا 2% وتضخم الآن 1.3% وفكرة البنك المركزي أنه ابتعاد من هذا الهدف السبب الرئيسي للابتعاد هذا هو أنه أسعار البترول عم تنزل بطريقة مؤقتة والمهزلة والمضحكة واللعبة والمسخرة التي تأتي من البنك المركزي أنه هم منذ شهر 8-2014 وهم يتكلمون عن البترول كأنه هو شيء تطور مؤقت ويقولون أنه تأثير النفط على تضخم المالي هو تأثير مؤقت وهذا كلام أقول تافه ومسخرة ومضحكة لأنه البنك المركزي الأمريكي عندهم 200 PhD دكتوراء اقتصاد 200 واحد ولا واحد منهم مش عارف ما بيسترجي يقول أنه الهبوط في الانفليشن وفي الضخم المالي سيدوم وسيدوم فهي ستقول أنه من الجهة السلبية أنه في عندك أنه في هناك مخاطر سلبية وأعتقد أنه يمكن غدا سنرى ضربة سريعة يمكن إلى دولار و14 ودولار و14 يمكن أن نراها ولكن في الشهري في تشارت الشهري يقول لنا أنه التحسن عم نشوفه أنه ماذا؟ أنه أعتقد أنه في كتير أعتقد أنه في حوالي 60% إلى 65% أنه اليورو سيلجأ إلى حوالي دولار و17 ولا دولار و16 أعتقد أنه ليس لن نراها غدا طبعا هذه كلها آراء وكل تحليل ولكن الشطارة أن الواحد لما يسوي توصية ولا زهول لما يشتري هيكا والواحد يعرف أما في الهبوط إذا سيكون هبوط لأنه طبعا أكيد يمكن ستحاول أن ترسل طبعا هي الإشي اللي يمكن أن يساعد اليورو العامل الرئيسي في شهادة يالن هو التي إذا تقول أنه أنه نحن الآن قلقون على تأثير مدى الرقم واحد ماذا يحدث في البنوك في أوروبا والهبوط في الأسواق المالية الفوتسي نزل الآن 20% وذلك يسمى ببير ماركت يعني نزل من 20 مليا من أعلى مستوى والآن في 28% الداكس نازل ويسمى تضييق مالي لما السوق لما البنك المركزي الأمريكي يقول أنه هذا يعني بتضييق مالي أنه لما الأسواق المالية بتنزل بشدة لما البورسات بتنزل فهذا يعني بتضييق مالي يعني أنه السيولة عم تنقص والتأثير الرفاهة والتأثير الإيجابي الذي الناس يحصلون عليه لما أنت بيكون عندك أسهم والأسهم تطلع 15% فطبعا نسبة الرفاهية ونسبة الرفاهة تاعتك عم تطلع هذا اسمه وطبعا لما الأسواق بتنزل طبعا هذا يقول يعني أنه هذا يكون أنه الاتجاه التجاه المنعكس وطبعا لذلك أنه لما يكون فيه هناك هبوط فطبعا البنوك المركزية تقول أنه مش لازم نرفع سعار الفائدة ولا آخرة ولا آخرة يعني حتى إذا الناس بتتفقون مع ذلك أو لا ولكن باليورو دولار اللي الشي اللي بهم أنه هذا هو إذا سيكون هناك أي هبوط سريع فأعتقد أنه دولار وعشرة وخمسين أنه هذا كان كان مقاومة والآن سيكون دعم وهو متوسط 200 يوم أنا فوقت كثير وقت في الشرح الأشياء المهمة والديناميكيات ولكن مش راح أطول أكتر وأتكلم عن كل الأسواق لأنه لأنه طبعا راح نسوي الندوات هذه مرتين في الشهر وليس مرة ولكن مرتين في الشهر مش لازم نطول وبس الأسئلة اللي عندي إنه هل تتوقع هل تتوقع يتدخل المركزي الياباني لتأثير ارتفاع الأسعار اليان هل سيكون هناك تدخل من قبل البنك المركزي الياباني أعتقد أنه سيتدخلون من طريقة الكلام ومن طريقة شفاهية ومن طريقة التحذيرات وأعتقد أنه يقولون أنه نحن نتابع ونحن نراقب أسعار العملة وإلى آخر وإلى آخره ويمكن أنه سيكون هناك نوعا من التدخل لا أعتقد إذا بتقول لي شو هي شوفوا قاعدة التدخل في الأسواق المالية أسواق العملة أنه لا تتدخل إلا إذا في هناك زخم في السوق الذي يمشي على صالحك إذا الدولار اليان نازل وهم يريدون أن يدخلون فالقاعدة والشرط أنه مش لازم تدخل إذا السوق نازل لازم لما السوق يستقر ولما السوق يهدى وإذا فيكون أي إشي إيجابي للولايات المتحدة ولا فهم يدخلون فأعتقد أنه يمكن سنرى نوعا من تدخل السؤال أنه إلى مدى سيستأنف هذا التأثير الإيجابي للدولار وضد الين الذي يأتي من تدخل وأعتقد أنه سادتي وسادتي هذا هو الجواب الجواب سيدتي وسادتي أنه إذا الإشي التاريخي اللي عمله البنك المركزي الامريك الياباني وهو التاريخي وهم خفضوا أسعار الفائدة إلى هل الصوت أحسن الآن ولا لا ولا زي مكان أوكي إنه إذا هم اتخذوا قرار تخفيض أسعار الفائدة وإذا أسعار الفائدة لأول مرة في التاريخ نزل إلى تحت السفر وعلى الرغم من ذلك من الإشي التاريخي هذا أنه لم يؤدي إلى هبوط في الين إلا بمجرد كتير إلا بطريقة كتير مؤقتة و اللي عم شفناها هون يعني هون اللي صار 29 شهر طلع هذه الشارت من الساعتين شفنا هنا ارتفاع ارتفاع في الدولار بقابل الين وداما حوالي يوم ونص وبعد ذلك شفنا الهبوط إذا الجمعة ليس اللي فات اللي قبله وبعد ذلك شفنا الهبوط إذا سادتي في هناك إشي كتير مهم وكتير جاد ومخيف من شان قرار تاريخي مثل ذلك لن لن يتمكن من الحفاظ على انخفاض الين ولذلك أخ محمد إذا الين لساته محافظ على قوة على الرغم من هذا القرار تاريخي فإذا سيكون هناك تدخل شفهي أو تدخل في الين لا أعتقد أنه سيدوم ولذلك سادتي هو سادتي الإشي اللي قلته منذ شهر ستة وسبعة إنه خلاص شفنا الذروة في الدولار مقابل الين وكنا نبيع 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 الدولار مقابل الين أنه الآن أعتقد أنه سنرى وأقولها لكم الهدف اللي عم نشوف أنا في الدولار مقابل الين هو مية وستة أوكي اسمعتوها منية مش عم تكلم صيني ولا يوناني ولا فرنسي ولكن بالعربي أتوقع أنه رح نشوف مية وسبعة مية وستة أوكي طيب أوكي أوكي تتصرف تتصرف بطريقتين بديش مية وثمانية وعشرين أوكي شهرية تقول تدل إلى أول شمعة إيجابية بعد أربعة أشهر نازلة أعتقد أنه لساتنا نبحث عن بيع وليس عن شراء الارتفاعات التصحيحية لأنه إذا تريد أن تعمل مصاري من شراء التصحيحات الإيجابية وذلك بالعربي القفزات المؤقتة فهذا كثير مخاطرة وهذا عملية كثير كثير صعبة ولأنه أنت عم بتقول لحالك أنه الاتجاه الرئيس في اللساء تنازل ولكن أنا أريد أن أتشاطر لأن أعمل مصاري من فوق وتحت في كثير ناس يضيع مصاري ويوم هيك أنا أعتقد أنه إذا الواحد يشتري يبيع فطبعا رح يكون فيه إذا سيكون هناك أي ارتفاع في الاسترليني إذا سيكون هناك أي ارتفاع من الاسترليني نتيجة ليلا مقابل دولار فأعتقد أنه لازم ننتهز الفرصة هذه ونبيع طالما أنه منعمل يكون عندنا سطب على دولار وسبعة وربعين دولار وربعين خمسين إذا بدك تبيع الاسترليني لازم يكون عندك سطب ولازم تحمل سطب ولازم أربعة وربعين خمسة وربعين ستة وربعين وبعدين تبيعوا وهذه الإشي الثاني بس لو سمحتوا ما تسو ثلاثة صفقات شراء وثلاثة صفقات بيع لأنه بنهاية المطاف لازم أنه بتسو القرار منشان إيمتا تخفضون الخصائر إحنا لازم الآن ننتهي اليورو مقابل الاسترليني لساتني أفضل الزوج هذا أما الدولار الكندي هذا هو السؤال الأخير النفط قلت لك لساتني أتوقع النفط ينزل والآن سننتهي بالكندي لأنه في كثير الناس يسألوا الكندي تعرف وسادتي وسادتي ما لمست الدولار المقابل دولار الامريكي مقابل الكندي من زمان ما لمست من دنان لأنه الزوج هذا الدولار الأمريكي مقابل الكندي يعاني من قوات منعكسة يعني فيه يعاني من قوات التي تساعد وتؤثر وتضغط على هذا الزوج فكثير الصعب أن الواحد يتجاوج من الزوج هذا ولذلك أنا أعتقد أنه إذا أنا أصدق وأعتقد أنه سيكون هناك هبوط أكثر في البترول فأعتقد أنه يستحسن بيع الكندي مقابل الين وأما الدولار مقابل الكندي كثير صعب ولا أقدر أن أرى أي شي هنا شكرا لكم سادتي وسادتي أنه على المتابعة وحسن المتابعة وسنعمل وابنار قادم سيكون في آخر الشهر مش متأكد أمتى بأي أي يوم بل أخ محمد بذكرني أي يوم ولكن رح يكون بآخر في آخر أسبوع أيوة في 26 في الشهر الحالي في 26 في الشهر الحالي سنعمل ندوة أخرى وأما في نفس نعم والناس اللي كمان اللي هما بدهم يدخلون في التوصيات وإلى آخره فستطرون كل الأشياء هنا بالعربي والإنجليزي في الفيديوهات التي نعملها شكرا لكم سادتي وسادتي وبركة الله وفيكم ومع السلام شكرا لله حسن انتباهكم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة